بسم الله والحمد لله و نصلي و نسلم على رسول الله حياكم الله إخواني و أخواتي في هذا الدرس و حياكم الله مجددا في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم و الدراسات الإسلامية اليوم بإذن الله تعالى سنستكمل و إياكم حفظ صورة عبسة و ذلك من الآية الثالثة و الثلاثين و حتى الآية السابعة و الثلاثين بإذن الله تعالى و قبل أن نبدأ إخواني و أخواتي في درسنا و مقطعنا الجديد تعودنا أن نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة و على وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب أن يستعيد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة و كذلك أن يبسمل عند بدء الصورة كذلك من الآداب أن يرتل و يحسن صوته بالقراءة كذلك من الآداب أن يتدبر و يفهم معاني الآيات التي يقرأها و يتلوها و هذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة و السلام عند تلاوته للقرآن و الآن قبل أن نبدأ إخواني و أخواتي في درسنا الجديد نراجع ما سبق أن طلبنا منكم حفظه في هذه الصورة و ذلك من الآية الأولى و حتى الآية الثانية و الثلاثين بحول الله تعالى فدعونا إخواني و أخواتي نبدأ مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن تلونا استذكرنا سويا المحفوظ السابق في صورة عبسة دعونا الآن نأتي إلى درسنا ومقطعنا الجديد سيكون في استكمال حفظ هذه الصورة المباركة وذلك من الآية الثالثة والثلاثين وحتى الآية السابعة والثلاثين بحول الله تعالى فدعونا نبدأ ونقرأ ونكرر ونردد سويا في هذه الآيات حتى نتقنها بإذن الله تعالى بالشكل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وآمه وآبيه وآمه وآبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذا انتلونا وكررنا ورددنا سويا هذه الآيات فالمطلوب منكم وفقكم الله أن تكرروا وترددوا هذه الآيات بشكل مستمر حتى تحفظ بالشكل المطلوب بإذن الله تعالى وقبل أن نستمع وإياكم إلى القارئ دعونا نعرج على أهم الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات في قوله سبحانه فإذا جاءت هنا مد ما نوع المد؟ أحسنتم هذا مد متصل لاتصال المد والهمز في كلمة واحدة إذن حرف المد والهمزة جاء في كلمة واحدة فهذا مد متصل والمد المتصل حكمه أحسنتم وجوب المد بمقدار أربع إلى خمس حركات أما المد في قوله سبحانه الصاخة ما هو نوع المد هنا؟ أحسنتم هذا نسميه المد المد اللازم المد اللازم والمد اللازم يعني يلزم وجوبا أن يمد بمقدار ست حركات والمد اللازم ما هو سببه؟ سببه أن حرف المد سواء الألف أو اليا أو الو جاء بعده حرف ساكن إذا جاء بعده سكون فيمد بما يسمى بالمد اللازم بالمد اللازم والمد اللازم هو أنواع مد لازم كلمي ومد لازم حرفي وكذلك المد اللازم الكلمي أنواع والحرفي أنواع لكن الذي يهمنا هنا أن نعرف أن المد اللازم يمد بمقدار ست حركات وهذا المد كما قلنا سببه هو أن حرف المد جاء بعده حرف ساكن كيف ذلك؟ حرف الخاء كما نلاحظ هو حرف مشدد والحرف المشدد أصله حرفان حرف ساكن وحرف متحرك فأدخل الساكن في المتحرك فأصبح حرفا واحدا مشددا هذا هو أصل الحرف المشدد إذن حرف المد هنا دخل أو جاء بعده حرف ساكن في الأصل له الخاء الساكنة ثم الخاء المتحركة فلما جاء بعده السكون يأتي هذا المد اللازم بمقدار ست حركات كما أيضا في صورة الفاتحة في قوله الضالين هنا أيضا يمد بمقدار ست حركات ويسمى بالمد اللازم أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه من أخيه هنا نون ساكنة أتى بعدها حرف الهمز والهمزة من حروف أحسنتم الإظهار إذن هنا إظهار للنون الساكنة أيضا في قوله لكل امرئ منهم تنوين وبعده حرف الميم فهنا حكمه أحسنتم إدغام بغنة هنا الحكم إدغام بغنة وقوله سبحانه يومئذ شأن هنا ماذا الحكم أحسنتم أحسنتم إخفاء إخفاء التنوين وقوله سبحانه شأن يغنيه هنا التنوين أتى بعده حرف الياء والياء من حروف الإدغام بغنة إذن هذه أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات والآن إخواني وأخواتي نستمع سويا إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات فكرروا مع القارئ بارك الله فيكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بارك الله فيكم إخواني وأخواتي استمعنا سويا إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات المباركات والآن نعود إلى الدرس ونستعرض وإياكم أهم معاني الكلمات قال سبحانا فإذا جاءت الصاخة يعني فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تصم من هولها الأسمع وصاحبته وبنيه يعني وزوجته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه يعني لكل واحد منهم يومئذ أمر يمنعه من الانشغال بغيره لهول ذلك اليوم إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نلتقيكم في دروس قادمة وأنتم في أتم صحة وعافية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته